قد نعتقد في كثير من الأحيان أن بعض الإنجازات أو الأهداف مستحيلة التحقيق. قد يبدو تسلق قمة إفريست أو إنشاء شركة بمليارات الدولارات أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. لكن في كتاب فن المستحيل يوضح المؤلف كيف يمكن تحويل المستحيل إلى ممكن من خلال تطبيق استراتيجيات محددة والالتزام بعقلية النمو والتحدي. يركز الكتاب على استخدام العلم النفسي والتكنولوجي لتحفيز الأفراد للوصول إلى إمكانياتهم الكاملة وتحقيق النجاح في المجالات التي يعتقدون أنها مستحيلة. الفكرة الأولى الإيمان بأن المستحيل ليس إلا تحدياً ذهنياً في بداية الكتاب. يطرح المؤلف فكرة مفادها أن المستحيل لا يوجد إلا في عقولنا. غالباً ما نحدد حدودنا بناء على تجارب سابقة أو معايير اجتماعية، ولكن هذه الحدود ليست حقيقية. عندما نؤمن بأننا قادرون على تجاوزها، نفتح الباب أمام فرص جديدة. النجاح ليس حكراً على الأذكياء أو المحظوظين، بل يمكن لأي شخص تحقيقه إذا غير طريقة تفكيره، وبدأ في اعتبار المستحيل تحدياً يجب تجاوزه. التطبيق إعادة تعريف المستحيل أعد التفكير في الأهداف التي تعتقد أنها مستحيلة. بدلاً من التركيز على العقبات، ابدأ بتحديد الخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها للوصول إلى هذه الأهداف. تطوير عقلية النمو اعتنق فكرة أن العقل يمكن تطويره، وأن الذكاء أو المهارات ليست سماة ثابتة. كلما تدربت وتعلمت، كلما زادت فرصك لتحقيق ما يبدو مستحيلاً. الفكرة الثانية حالة التدفق Flow State مفتاح النجاح يعتبر الكتاب أن حالة التدفق هي المفتاح الأساسي لتحقيق المستحيلات. التدفق هو حالة عقلية يشعر فيها الفرد بالاندماج الكامل في المهمة التي يؤديها، حيث يختفي الإحساس بالزمن ويتحول التركيز إلى أعلى مستوياته. عندما يكون الشخص في هذه الحالة، يتمكن من تحقيق أداء استثنائي، سواء في الرياضة، الفنون أو العمل. التطبيق التدريب للوصول إلى حالة التدفق للوصول إلى حالة التدفق، يجب عليك تحديد الأهداف التي تجمع بين التحدي والإتقان. التحدي يجب أن يكون صعباً بما يكفي للحفاظ على تحفيزك، ولكن ليس مستحيلاً بحيث يسبب الإحباط. إزالة المشتتات من أجل الدخول في حالة التدفق، من الضروري التخلص من المشتتات، مثل الهاتف أو ضجيج المحيط. إنشاء بيئة مناسبة يمكن أن يساعد على تعزيز هذه الحالة وتحقيق أداء فائق. الفكرة الثالثة التكنولوجيا والابتكار كأدوات لتحقيق المستحيل. التكنولوجيا هي واحدة من الأدوات الأكثر فعالية لتحويل المستحيل إلى ممكن. الكتاب يسلط الضوء على كيف أن الابتكارات الحديثة تمكن الأفراد من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والكفاءة. الذكاء الاصطناعي، البيوت كونولوجيا والروبوتات هي أمثلة على التطورات التي تمكن البشر من تحقيق ما كان يعتبر مستحيلاً. التطبيق البقاء على اطلاع بالتكنولوجيا يجب عليك مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالك. معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز قدراتك يمكن أن يجعلك أكثر تنافسية ويقربك من تحقيق أهدافك. التفكير بطريقة إبداعية حاول استخدام الأدوات التكنولوجية بطرق غير تقليدية. هذا النوع من التفكير الإبداعي يمكن أن يفتح الأبواب أمام حلول جديدة للتحديات التي تبدو مستحيلة. الفكرة الرابعة الاستفادة من قوة العقل البشري يستكشف الكتاب الإمكانة الهائلة التي يمتلكها العقل البشري عندما يتم تحفيزه بالشكل الصحيح. العقل لديه القدرة على التكيف والنمو ويمكن توسيع حدوده من خلال التدريب والتركيز على تحسينه بشكل مستمر. تقنيات مثل التأمل، التصور الإبداعي والبرمجة العصبية اللغوية هي أدوات قوية يمكن أن تعزز قدرات العقل. التطبيق ممارسة التأمل الذهني. التأمل يساعد في تهديئة العقل وتحفيزه على التفكير بوضوح. يمكنك أن تبدأ بتخصيص عشر دقائق يومياً للتأمل والاسترخاء العقلي. التصور الإبداعي قبل البدء في أي مشروع أو تحدي، تخيل النتائج الإيجابية التي تود تحقيقها. هذه التقنية تساعد على تحفيز العقل وتعزيز الثقة بالنفس. الفكرة الخامسة الإصرار والمثابرة في مواجهة الفشل يعتبر الفشل جزءاً لا يتجزأ من تحقيق المستحيلات. في الواقع، يرى الكتاب أن الفشل هو خطوة ضرورية في رحلة النجاح. من دون الفشل، لا يمكن تعلم الدروس القيمة التي تقود إلى التحسن. الإصرار والمثابرة هما المفتاح لتحويل المستحيل إلى ممكن. التطبيق تبني عقلية التجربة والخطأ. لا تنظر إلى الفشل على أنه نهاية الطريق، بل على أنه فرصة للتعلم. كلما جربت وفشلت، كلما تعلمت كيفية تحسين استراتيجياتك، تطوير المثابرة. الإصرار على مواجهة التحديات هو العامل الذي يميز الأشخاص الناجحين. حافظ على التركيز والإصرار حتى في الأوقات الصعبة. الفكرة السادسة الاستفادة من الفريق والعمل الجماعي يشير الكتاب إلى أن تحقيق المستحيلات ليس دائماً جهداً فردياً. يمكن أن يكون التعاون والعمل الجماعي أدوات فعالة للوصول إلى أهداف تبدو بعيدة المنال. بفضل التعاون، يمكن تبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة وتقاسم المهام الكبيرة بين أفراد الفريق، مما يجعل الأمور أكثر إمكانية للتحقيق. التطبيق بناء فريق قوي أحط نفسك بأشخاص يتمتعون بمهارات وخبرات مختلفة عنك. العمل الجماعي يتيح فرصاً أكبر لتحقيق النجاح والتفوق. التواصل الفعال يجب أن تتعلم كيفية التواصل بوضوح مع فريقك وتحفيزهم للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة. هذا يخلق بيئة داعمة تعزز الابتكار والإنتاجية. الفكرة السابعة التحدي الدائم لتحفيز النمو التحدي المستمر هو أحد المحركات الرئيسية لتحقيق المستحيلات. عندما تستمر في تحدي نفسك ومواجهة ما يبدو صعباً، تتوسع قدراتك ويصبح المستحيل ممكناً. الكتاب يشجع على البحث عن تحديات جديدة باستمرار وتحويل الخوف من الفشل إلى حافز للنمو. التطبيق وضع أهداف تتجاوز حدودك. بدلاً من السعي لتحقيق أهداف سهلة، حاول دائماً رفع مستوى التحدي في حياتك. هذا سيحسن مهاراتك ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة. تحفيز الذات اعمل على تطوير أساليب تحفيز ذاتية تساعدك على مواصلة السعي نحو تحقيق المستحيلات. تدوين تقدمك والاحتفال بالنجاحات الصغيرة يمكن أن يعزز من عزيمتك. الفكرة الثامنة إدارة الوقت بكفاءة إدارة الوقت هي إحدى المهارات الأساسية لتحقيق المستحيلات. الكتاب يوضح أن العديد من الأشخاص الفائقين في مجالاتهم يتقنون كيفية تنظيم وقتهم بكفاءة. يمكن للأشخاص الذين يتحكمون في وقتهم بشكل جيد أن ينجزوا أكثر في فترة قصيرة، مما يمكنهم من الوصول إلى أهدافهم بسرعة أكبر. التطبيق تقنيات إدارة الوقت استخدام تقنيات مثل تقنية البومدورو لتقسيم الوقت بين العمل والاستراحة. هذه الطريقة تعزز الإنتاجية وتجنب الإرهاق. أولويات المهام ركز على المهام التي تضيف أكبر قيمة لرحلتك نحو تحقيق المستحيل. تجنب المهام التي تشتت انتباهك ولا تحقق تقدماً. الفكرة التاسعة التأقلم مع التغيير التغيير هو جزء لا مفر منه من الحياة، وهو في كثير من الأحيان يثير القلق والخوف. يسلط الكتاب الضوء على أن الأشخاص القادرين على التأقلم مع التغيير هم أولئك الذين يحققون المستحيلات. بدلاً من مقاومة التغيير، يجب أن نرحب به ونستخدمه كفرصة للنمو. التطبيق تطوير مرونة عقلية كلما كنت أكثر مرونة في مواجهة التحديات والتغييرات، زادت قدرتك على التحرك بسرعة نحو تحقيق أهدافك. تقبل التغيير كجزء من العملية. اعلم أن التغيير يمكن أن يجلب فرصاً جديدة للنمو والتعلم. بدلاً من مقاومته، حاول استخدامه لصالحك. الفكرة العاشرة الاستمتاع بالرحلة يشير الكتاب إلى أن تحقيق المستحيلات لا يعني التركيز فقط على الهدف النهائي، بل يجب أيضاً الاستمتاع بالرحلة نفسها. النجاح يأتي من العملية بقدر ما يأتي من النتيجة. يجب أن تتعلم كيف تستمتع بكل خطوة من الطريق، وأن تنظر إلى التحديات كفرص لتعلم شيء جديد عن نفسك. التطبيق احتفال بالتقدم الصغير بدلاً من انتظار الإنجاز الكبير، احتفل بكل تقدم صغير تحققه. هذا سيحفزك على الاستمرار في رحلتك. الاعتراف بالتقدم الصغير يشعرك بالإنجاز، ويزيد من مستوى الطاقة والإيجابية لديك، مما يجعلك قادراً على مواجهة التحديات الكبيرة. الاستمتاع بالعملية ركز على استكشاف الجوانب المثيرة للاهتمام في كل مرحلة من مراحل عمالك. سواء كنت تتعلم مهارة جديدة، أو تتغلب على عقبة، حاول أن تستمتع بكل لحظة في رحلتك نحو تحقيق المستحيل. كتاب فن المستحيل يقدم خريطة واضحة لتحقيق الأهداف التي تبدو مستحيلة. من خلال تبني عقلية النمو، الدخول في حالة التدفق، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، يمكنك تجاوز التحديات والوصول إلى إمكانياتك الكاملة. الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق هدف واحد، بل هو رحلة مستمرة من النمو والتطور. مع الفشل، المثابرة، والعمل الجماعي، تصبح المستحيلات فرصاً للتعلم والتفوق. المهم هو أن تؤمن بقدرتك على النجاح، وأن تدرك أن كل ما تحتاج إليه هو الالتزام والتفاني في السعي نحو تحقيق المستحيل. إذا طبقت الأفكار التي يعرضها الكتاب، ستجد أن الكثير من الأمور التي كانت تبدو مستحيلة هي في الواقع قابلة للتحقيق. النجاح ليس مسألة حظ، بل هو نتيجة للاستعداد الذهني والعملي والتطبيق المستمر لما تعلمته.